اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ودمجت ما بين التوقعين يعني ما بين الإيجابيات هون والإيجابيات هون وأخذت السلبيات من هون وأحطيت السلبيات هون وين التحذيرات وين الأمور هاي فبتطلع بتوقعاتك أنت بنسبة عالية جدا يعني تصل لمرحلة ما بدنا نقول 95% تصل لـ 90% من التوقعات يعني إلا أنه إذا بدي أعطيك توقعات إلك شخصي فهاي أمور أخرى إلها حسابات أخرى على حسب خرطتك وكواكبك وبرضو الكواكب الموجودة واقتراناتها مع بعض تحولاتها تحولات الكواكب هاي كل سنة أو تحولات السنوية يعني بمعنى آخر إنه إشي خاص فيك أنت ولكن عشان نقرب المسألة لأقرب خانة ممكنة من التوقعات فأنا بقول لك اسمع برجك واسمع طالعك اسمع طالعك طبعا بالنسبة للكواكب خلال فترة هاي أو التنقلات اللي رح تصير خلال الأسبوع هاي من يوم الخميس اللي هو 2-7 القمر رح يكون متواجد بالقوس ما قبلها طبعا ولكن احنا منقول من يوم الخميس اللي هو اليوم اللي هو نشرنا للتوقعات ورح يستمر موجود فيه لغاية صباح يوم السبت 4-7 من صباح يوم 4-7 رح يستمر موجود في الجدي لغاية ظهر يوم الاثنين 6-7 من ظهر يوم الاثنين 6-7 رح يتواجد لمنتصف ليل اليوم الأربعاء على الخميس يعني بيكون موجود بالدلو من منتصف ليل الأربعاء على الخميس ولغاية صباح يوم السبت 11-7 بيكون موجود القمر بالحوت ومن صباح طبعا يوم السبت وما بعد بيكون موجود بالحمل هاي مختصر لتحركات القمر كيف رح يتحرك خلال هذا الأسبوع طبعا عشان تعرف خلو المسار ما بين الانتقال والانتقال الزوايا الفلكية الأمور هاي كلها بتتابع الأخبار اليومية لأنه احنا في التوقعات اليومية بنعمل كل البيوت يعني مش بس على العاطفة وعلى العمل وعلى الأمور هاي اللي متعودين أنتوا تسمعوها لا احنا بنعمل على كل البيوت اللي إلها علاقة بكل مسارات الحياة يعني بتبدأ من مرحلتك الشخصية وبتنتهي لغاية بيت متاعبك والأمور الضاغطة عليك والأحداث اللي ممكن تمر عليك بخلال اليوم بتفاصيله اللي بنحاول قدر الإمكان أن نغطيها بالكامل خلينا نروح على أول إشي نشرح نشوف الكواكب وين موجودة بالنسبة لبرجك برج الأسد طبعا بالنسبة لبرج الأسد معروف أنه الفترة هاي الشوية بتكون حساسة عليه لأنه القمر بكون الشمس بتكون موجودة أساسا في بيت المتاعب فما بالكو لما بكون أساسا عندك الشمس موجودة في بيت المتاعب وعندك عطارد بيتراجع في بيت المتاعب هدولة اتنين تأثيراتهم بتكون دائما محبطة جدا يعني بتجيب مشاكل بتجيب ردات فعل سلبية بتجيب تعطيل لبعض الأمور بتعركس عليك بعض الأمور ممكن أنه يعني تكون مركن على عمل أو على أمر معين الفترة هاي فالأمور ما تزبطش فيها ممكن تفشل بعض أفكارك بعض الترتيبات اللي أنت بتكون مرتبها يعني تقريبا الأجواء بتكون سلبية بالفترة هاي بشكل كبير وخصوصا مع تراجع عطارد اللي رح يستمر لغاية يوم 12 الشهر بعدها الأمور بتبلش يعني شوي عطارد بعطيك شوية إيجابية يعني ممكن أنه يحسن من الوضع بشكل يعني النسبي أما بالنسبة للموضوع الثاني اللي هو موضوع الزهرة الزهرة في بيت الأصدقاء بيت العلاقات العامة فعشان هيك أغلب الأسد بالفترة هاي بيكون عندهم نشاط أما أنهم بتعرفوا على أصدقاء جدد أو بيكون الأمر إلو علاقة بزيارات بدعوات ممكن أنه يكون في برضو بعض المصالح تمشي من ضمن يعني بمساعدة أشخاص هو بيعرفهم أما بالنسبة لبرج الجدي طبعا برج الجدي معروف أنه فيه بلوتو والمشتري وزحل بيتراجع الثلاثة وهذا بيت الصحة عشان هيك بيت الصحة والعمل بيتركز طول الفترة هاي على أمور إلها علاقة بعركسة العمل ما بتمشي أمور العمل بسهولة أي إشي العلاقة بالعمل يعني بدك تجتهد الزيادة عن اللزوم ما في حضوض في هذا المكان يعني بتحسك أنه الحظ تخلى عنك في أمور إلها علاقة بالعمل أو مكان العمل أو مشاريع جديدة أو أفكار جديدة ممكن كمان برضو على الوضع الصحي بيها تتقلب الأمور الصحية أو تصير بعض المشاكل الصحية فما بالك كمان مع وجود الشمس في بيت المتاعب برضو بتأثر سلبيا على أمور الصحة أما بالنسبة للمريخ المريخ طبعا موجود بالحمل بيدعمك بقوة فعشان هيك بيصير بالفترة هاي نوع من أنواع الاندفاع أو التهور أو الجراءة الزيادة عن اللزوم في أمور إلها علاقة بالمناقشات ممكن تدخل مواقف صعب جدا إنك في الأيام العادية إنك تدخلها ممكن يكون لك بعض الإهتمامات بالأمور التعليمية بالأمور الدراسة دورات يعني تغامر في مجال يعني كان صعب إنك أنت تدخل فيه بالفترة الماضية ممكن إنه برضو تكون هاي شغلة إنه يعني تغير تخصصك بالدراسة ممكن تفتح لك أشياء لها علاقة بالسفر أو بالتنقلات أو بالتراسل أو ممكن تتعرف على أشخاص خارج البلاد كلها هاي برضو بتساهم ولكن المشكلة في الموضوع هاي اللي هي العصبية وردات الفعل السلبية اللي بعد مرات هي اللي بتعطل عليك وثاني شي بدك تنتبه أثناء تنقلاتك وخصوصا بين المدن بالشوارع المفتوحة أما بالنسبة لبنبتن نبتن برضو بيتراجع في بيتك الثامن وهو بيسوي لك شوية مخاوف زيادة بيرتب لك أمور إلها علاقة بالمحاسبة أمور إلها علاقة بالبنوك إلها علاقة بالضريبة بالتأمين وممكن بعض المخاوف من بعض المغامرات المالية ممكن تفشل بعض الأمور هاي ممكن أنه يسبب لك بعض الإحباطات فأنت تزداد الوساوس عندك يعني يصير عندك نوع من أنواع الملل تحب تنزوي على نفسك أو يصير لك بعض الأشياء اللي يتأثر عن نفسيتك بشكل سلبي أما بالنسبة لأورانوس أورانوس موجود في بيتك العاشر وهذا بيت السمعة يا إما برفع سمعتك لأعلى المراتب في هاي الفترة يا إما بسيء لسمعتك بشكل كبير فعشان هيك بدك تدير بالك من تواجد أورانوس في بيت السمعة هذا برضو بيأثر على بيت العمل فجأة بيكون عندك قابلية للعمل بشكل كبير وفجأة بتلاقي إنه صار عندك نوع من أنواع الإحباط مش حابب لا تعمل ولا تشتغل ولا تنجز أي شيء بيفتح لك خلافات حدي جدا بتكون ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل بيجيب لك مشاكل أنت بيغنى عنها إذا أنت ما خالفت القوانين وإذا التزمت بعملك وأوقات عملك وخليت علاقتك طيبة مع زملائك أو رؤساك بالعمل خلينا نشوف التوقعات الأسبوعية إيش اللي بترتب لك هي من إيجابية ومن سلبية وفي إيش بتساعدك في بعض الأوقات وإيش بتضغط عليك في بعض الأوقات من اليوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بيكون موجود في القوس وهو بيتك الخامس فعشان هيك بالفترة هاي بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء أهم شيء إنك تصحح الأقطاء بالفترة هاي من صباح يوم السبت وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بصير موجود في الجدي فهنا هذا بيت العمل والصحة فبيبدأ العمل بالتراكم عندكم مع هيك انتوا قادرين على إنجاز قسم كبير منه ما تهمل صحتك هاي فترة يعني تعتبر فترة عمل جيدة فكون أكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء وممكن يكون عندك عمل جديد من ظهر يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الأربعاء على الخميس القمر بصير موجود في الدلو مقابلكم مباشرة فعشان هيك بالفترة هاي بترغبوا في تعزيز شراكاتكم الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم شي انك ما تخالف القوانين وتمالك أعصابك المتوترة حافظ على هدوءك وما ترتجل كلام أو توجه ملاحظة فخصمك بالفترة هاي بكون قوي وأقوى منك لأن طاقتك بتكون ضعيفة بتحمل هاي الأيام ارتباط مهم فحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي من منتصف ليل يوم الأربعة على الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود في الحوت فهنا بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب مصدر شراكي أو تعوذ صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية سارع لتصحيح الأوضاع اظهر انفتاح أكبر على أراء الآخرين بتسعى إلى تصحيح مسار بعض الأمور أهمش أنك تتكيف مع الأوضاع الراهنة وكون صبور حاذر من التراجع الصحي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء